ننتقل إلى تصريحات أخرى للرئيس التركي خاصة بأوكراني حيث قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن المأساة الحاصلة في أوكرانيا أمام أنظار العالم بأسره تعد بمثابة تحذير للاتحاد الأوروبي جاء ذلك في رسالة بعثها أردوغان بمناسبة يوم أوروبا نشرتها رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية وأضاف أن الوقت قد حان كي يدون الاتحاد الأوروبي الذي ابتعد عن قيمه التأسيسية وخضع لتأثير السياسات قصيرة المدى للدول الأعضاء قصة جديدة بالتزامن مع الحرب الأوكرانية وشدد على حاجة أوروبا المأسة للتضامن والتعاون ومنظور ثاقب وشجاع كما في الفترة التي تم فيها إرساء أسس التكامل الأوروبي وأردف قائلا تركيا قدمت مساهمة منموسة للتغلب على التحديات الحالية ليس فقط كدولة مرشحة وحريفة في الناتو ولكن أيضا كشريك في مكتسبات الاتحاد الأوروبي العميقة والقوي على حد تعبيره وأشار إلى أن الآثار السلبية للحرب الأوكرانية التي وصلت إلى أبعاد عالمية أكدت مرة أخرى مدى الأهمية الاستراتيجية لتركيا بالنسبة للاتحاد الأوروبي في العديد من المجالات لسيما الأمن والهجرة وسلاسل التوريد والطاقة وشدد على وجوب تجريع مسيرة ضمام تركيا لعضوية الاتحاد الأوروبي والتي تسيرها أنقرة بكل صبر ونهج بناء رغم كافة العواق تسيرها؟ تسيرها لا تتبه مصر